بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبنائي وابناتي الطلاب في مقارثة البدنية والدفاع عن نفس معاكم أنا للسالح سينها وساوي راح أكون معاكم إن شاء الله في درسنا هذا اليوم وكالعادة خبرة جديدة ومهارة جديدة ومهاراتنا هذا اليوم يا أبطال حتكون بعنوان الدحرج الأمامية المتكورة ولكن زي ما اتفقنا قبل كل نشاط عندنا متطلبات وفوائد لازم نحققها ونجنيها حتى نكون قادرين على ممارسة النشاط البدني وحتكون كالتالي هذه المتطلبات هي أبطال بداية لازم تكون نامين بشكل كافي أجسامنا وبدأنا أخذت الراحة الكافية حتى تكون قادرين على تالية النشاط في اليوم التالي بكل رحي واتفقنا يجب أن تكون الراحة من 9 ساعات إلى 11 ساعة حتى نأخذ راحتنا وكفايتنا النقطة الثانية يا حباب اتفقنا عليش على عملية التغذية السليمة الصحيحة اللي أساسها المنزل ولا تقل عن ثلاث وجبات رئيسية وتتخللها وجبتين أثناء اليوم أما النقطة الثالثة أتفقنا على تهية المكان الآمن الخالي من أي عواء قد سببكم الضرر لقدر الله ويجب أن يكون جيد لضاءة والتهوية أما النقطة الرابعة اتفقنا على توفير الزيار الرياضي المناسب اللي حيساعدكم من ممارسة النشاط البدني بكل أريحية واتفقنا أيضا أنه يجب أن يكون مناسب للجسم لا يكون ضيق يقي الحركة ولا يكون واسع ممكن أن نسقط أثناء الحركة جميل أخيرا اتفقنا على عملية شرب الماء وهي ضرورية جدا جدا قبل النشاط البدني وأثناء ممارسة النشاط البدني وبعد ممارسة النشاط البدني لعدة أمور ومنها أول حاجة تعويض السوائل اللي فقدناها أثناء ممارسة النشاط البدني من خلال عمية التعرق جميل يا أبطال اثنين خفض درجة حرارة الجسم ثلاثا المحافظة على نسبة الأملاح أربعة المحافظة على معدل سيولة الدم هذه كل الأمور يحققها عملية شرب الماء فبالتالي يا أحبابي لا نحمل عملية شرب الماء حتى لما كنا حاسين بالعطش يجب أن نشرب الماء قبل وأثناء وبعد النشاط البدني جميل؟ هذا فيما يتعلق بالمتطلبات ننتقل سويا يا أبطال إلى الفوائد بداية حتى لدينا الجهاز الدوري والتنفسي اتفقنا متى ما كان القلب يضخم كميات دم يحمل الأكسجين بشكل صحيح والريتين تستعب أكبر كمية من الأكسجين جميل كل ما كان هذا انعكاز إيجابي على جميع عضاء الجسم الداخلية مو بس كذا أيضا على وظائف هذه الأعضاء لماذا ستكون عضاءنا الداخلية في أعلى كفاءة عملية تموت جميع أجزاء جسمنا بالطاقة والقوة اللازمة لتحريكها كيفما نشاء جميل؟ طيب أيضا هذا سنعكز بشكل إيجابي على هذه النواتج الثلاث أعضاء الداخلية ستكون في أعلى كفاءة عملية وتشغلية التسامنة والتسادنة من الخارج ستكون في أحلى وأجمل صورة عندنا توازن بين الطرف العلوي والسفلي من حيث وزن الجسم والعضاءات أيضا وهو محصلة كل هذه الأمور يا أبطال سنكون قادرين أو بالله صح ستكونوا قادرين على تأدية مختلف الأنشطة والعب والرياضات بكل راحة وسهولة جميل هذا فيما يتعلق بالمتطلبات والفوائد علينا يا أحبابي أبغطكم جهزوا أنفسكم سنبدأ عملية الأحماء ونجهز أنفسنا لعملية نجهز أنفسنا للتملين الثالث والثالث دخول في مهارتنا لهذا اليوم عنوان سيكون الدحرجة الأمامية متكويرة طبعا هذه صورة تعطينا عملية الدحرجة تفصيل للدحرجة من البداية حتى النهاية ننتقل سويا لعملية الإحماء بداية نأخذ مسافة عن الشاشة نتأكد يا أبطال أنه مكان خالي آمن ما في أي حاجة ممكن سبيلنا الضرب جميل سنبدأ عملية الجري ونزيد في المدة الزمنية اليوم يا أبطال بما أنه الآن أصبح عندنا تكيف أصبحت عضلاتنا قادرة على تأدية مجهود أكثر من السابق من ناحية مدة الزمنية وحجم التمرين فبالتالي لازم نزيد الجرعة الزمنية أكثر حتى نستفيد أكثر بداية هنبدأ جري في المكان مع سماع الصافرة ونزيد بشكل تدريجي جاهزين يا أبطال وقوف واحد اثنين ثلاثة جري خفيف جري خفيف في المكان وتنفس أثناء عمية الجري الآن يا أبطال نحن قاعدين نجهز أنفسنا قاعدين نجهز عضلاتنا نعطيها زي التنبيه جميل لحما هو عباباً تنبيه وتسخين وتجهيز العضلات للعمل القادم فالآن جري خفيف في المكان ممتازين يا أبطال احسنت واصل واصل ممتاز ممتاز أتنفس أثناء عمية الجري أتفاق نحن نزيد الزمن قرينا اليوم سنزيد السرعة يا أبطال مع سماع الصفرة نحزين أسرع أسرع هذه أبطال ممتازين ممتازين أحسنتم حسين بالتعب لسه لسه باقي حبابي لسه لسه تونه بنقول يا هادي يلا حباب هنا نواصل آخر مرة نزيد السرعة نثبت عن نفس السرعة هذه يا أبطال السلام عليكم يا أبطال ثبات عشر ثواني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ممتازين ممتازين يتحرك في المكان ويتنفس نكرر عمية الشهيق الزفير نحاول نسرجع نفاسنا قبل النشاط البدني ممتاز شهيق يا أبطال بعمق نحاول ناخذ أكبر كمية من الهواء شهيق يلا مع بعض كمان مرة نعيد شهيق آخر مرة ممتازين ارتحنا طيب يا حبابي سنتقل سويا للتمرين الثاني من وضع الوقوف نحظين القدمين بالتساع الصدر مش بالشكل هذا ولا متلاصقة بالشكل هذا في وضع الطبيعي بالتساع الصدر أذرا نجرب الرفح نضم الأصابع سنعمل دوران للأمام دور صغيرة عشر عدات ومن ثمن الخلف أيضا عشر عدات جاهزين يا أبطال واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة 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 يا أبطال سبعة ثمانية تسعة عشرة للخلف نبدأ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ممتازين ممتازين أسفل خفض إذا حسين بألام في عضلات الذراعين نعمل مرجحة خفيفة بالشكل هذا أمام الجسم جميل يا أبطال أنا ننتقل سويا لتمرين رقم ثلاثة وهيضا من وضع الوقوف الذراعين أمام الصد الثن بالشكل هذا وتبادل لمس الركبة لراحة الإيدين بالشكل هذا يبطى جميل هنبدأ مع سماع الصافر واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة نعيد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة قف ممتازية ممتازين حسنتم يا بطال نكرر عملية الشهيق والزفير حتى نرتاح ونستعد للتمرين التالي شهيق يا بطال كمان مرة أحسنتم أحسنتم يا بطال جميل ننتقل للتمرين الأخير من وضع الوقوف أذرنا ثبات الوسط هنمنا عملية فتح وضم القدمين مرة واحدة لعشر عدات جاهزين يا بطال أذرنا ثبات الوسط بالشكل هذا هنبدأ مع سماع الصافر واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حلوين حلوين يا بطال ومتازين ما قصرت خلصنا عملية الإحماع بس قبل أن أنتقل للإطالة استرجوا عنفاسكم كروا عملية الشهيق والزفير حتى تكونوا جاهزين لعملية الإطالة بشكل صحيح نفس خذوا نفسي يا أبطال هذه لدينا نماذج لعملية الإطالة ارتحته يا أبطال ممتاز ممتاز جدا وقوف تشبيك الذرعين في شكل هذا والوقوف على مشط القدمين والثبات أيضا لعشهر عدد جاهزيني يا أبطال واحد اثنين ثلاث ثبات واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة نثبت ثمانية تسعة عشرة ممتازين ممتازين يا أبطال حسنتم ننتقل سويا إلى الإطالة رقم اثنين أيضا من وضع الوقوف تشبيك الذرعين بشكل هذا ممتاز ناحية الجهة اليمنى بالشكل هذا والنظر إلى ظهر اليد والثبات عشر عددد في هذا الشكل يا أبطال جاهزين واحد اثنين ثلاث ثبات واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ست سبعة ثمانية ننتقل بنفس الوضعية بطال بنفس الوضعية إلى الجهة اليسرى ونكرر العملية أيضا لعشر عددد واحد اثنين ثلاثة ثبات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست سبعة ثمانية تسعة عشر قف أسفل خف ممتازين ممتازين حسنتم يبطى ننتقل سويني إلى الإطالة التالية من وضع الوقوف الزرع الأيمن بالشكل هذا قبض اليد خلف المرفق والسحب الخلف والداخل والثباءة عشر عدد جاهزين يا بطال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست سبعة ثمانية تسعة عشر ننتقل إلى الذرع الأيسر بنفس الطريقة يا بطال ثبات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احسنتم يا بطال من وضع الوقوف نفتح القدمهم بشكل بسيط على التسعة الصدر ثاني الجذع ووضع اليد اليمنى على القدم اليمنى واليد يسرع على القدم اليسرى والثبات العشر عدت بهذا الشكل نثبت يا بطال ثبات واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ست سبعة ثمانية تسعة عشرة ممتازين ممتازين ننتقل إلى آخر تمرينين يا بطال أو إطالتين من وضع الوقوف القدم اليمنى خطوة إلى الأمام نزول بكتل يدين والثبات لعشر عددات ثبات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر ممتاز ممتازين ممتازين حسنتم يا بطال ننتقل إلى قدم اليسرى أيضا نفس العملية والطريقة خطوة إلى الأمام ثلاثة جذع ومد الزرعين والثبات لعشر عددات واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ست سبعة ثمانية تسعة عشر ممتاز ممتاز حسنتم يا بطال كذا حبايبي خلصنا عملية الإحماء وعملية الإطالة تعالوا مع بعض يا بطال نشوف درسنا لهذا اليوم الدحرجة الأمامية المتكورة هذه صورة ابتدائية للمهارة واحد من وضع الوقوف والذرعين عاليا بالتساع الصدر والرأس على استقامة الجذع ذرعين بالشكل هذا مش واسع بالتساع الصدر بالشكل هذا جميل هذا النقطة الولى النقطة الثانية هنركبتين نصفا مع خفض الظرعين أمام أسفل وثاني الجذع قليلا إلى الأمام أثناء عملية المرحل الثاني أثناء عملية النزول الأسفل بهذا الشكل خفض الظرعين مع ثاني في الركبتين صورة جانبية عشان تضح لكم يا بطال أنا وقف في شكل هذا المرحل الثانية مع خفض الظرعين الأسفل نعم العملية الثانية للركبتين واضح؟ بهذا الطريقة ثاني الركبتين مع خفض الرأس قليلا هذا في مثالك في النقطة الأولى والثانية انتقل إلى النقطة الثالثة وصلنا إلى هذه المرحلة وضعنا اليدين على الأرض نشوف وضع الكفين على الأرض وثاني الذراعين والركبتين كاملا وخفض الرأس لأسفل لملامسة الذقن للصدر وثاني الجذع كاملا أثناء عملية ثاني الجذع بشكل كامل نحاول نلمس بالذقن الصدر بهذا الشكل جميل نضع الذقن في هذه المنطقة أثناء عملية التكور جميل يا بطال ننتقل إلى النقطة الرابعة الدفع بالقدمين للأرض مع المحافظة على وضع التكور مع ناقل ثقل الجسم على اليدين لوضع الكفين على الأرض أثناء هذه المرحلة يكون مرتكازنا يا بطال على الكفين كل ثقل جسمنا أو وزنا سيكون مرتكز على الكفين بمعنى يجب أن تكون عضلاتنا في الطرف العلوي يا بطال على قدر كافي من القوة والتبنين حتى أنها تقدر تتحمل وزن جسمنا جميل يا بطال هذا فيما يتعلق في النقطة الرابعة ننتقل إلى النقطة الخامسة متابعة حركة الدوران مع استغلال اندفاع الجسم للأمام وماد نفصل للركبتين والجدع للوصول لوضع الوقوف بعد ما عملنا عملية التكور وقمنا بعامية الدفع بالقدمين عاستعطينا قوة لدفع الجسم إلى الأمام ومواصلة الدحرجة ومن ثم الوقوف بشكل كامل ستة ترك القدمين للأرض ودوران الجسم لمقابلة الظهر للأرض بسرعة للوصول لوضع التكور طبعا هذه النقطة يا أحبابي صعب جدا أنك تشوفها بشكل مجزع لأنها تعمل بشكل سريع عملية الدوران أو الدحرجة تكون بشكل سريع وكل هذه الأجزاء الأبطال ستكون مترابطة مع بعض بشكل أو بآخر ونشوفها مع بعض تأدية المهارة بشكل كامل تتضح لك مصورة من البداية حتى النهاية ننتقل إلى النقطة السابعة المحافظة على الاستمرار ضم الرجلين للفخدين الصدر أثناء وضع التكور أثناء عملية التكور نلاحظ ضم الرجلين للصدر تكون قريبة جدا من الصدر حتى نأخذ وضع التكور أثناء عملية الدحرجة النقطة الثامنة عدم ملامسة الرأس للأرض أثناء الدحرجة بمعنى أحبابي هذه ضرورية جدا 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 أثناء عملية الدحرجة ما نعمل ثاني الجذع وخفض الضراعين ونقوم نضع الرأس على الأرض لا أول جذع يلمس الأرض حيكون أعلى الكتفين جميل أول جذع حيكون أعلى كتفين باستمردين لأنك مستند عليهم أنا أتكلم الآن من الرأس والجذع أول جزء حيكون أعلى الكتفين ما ننزل بالرأس أو بالجبهة ونعمل عمية التكور حنسبب لأنفسنا ضرر في الفقرات للرقبة فنتبهوا يا أحبابي في هذا النقطة أول جزء اتفقنا يكون أعلى الكتفين وليس الرأس طيب أنا أحبابي حنشوف نموذج للمهارة بشكل أمامي نشوف المهارة من بدايتها إلى نهايتها مع بعض نشوف النموذج موضوع الوقوف نعمل عملية التكور لاحظين نحن نريد مرة كمان لاحظ الرأس ما يلمس الأرض بشكل نهايي أول جزء أعلى الكتفين يا أبطال أول جزء أعلى الكتفين يلامس الأرض ومتازة يا أبطال هذا نموذج ننتقل لنموذج ثاني بصورة جانبية حيجيكم تسلسل المهارة لكنها بشكل متصل مع بعض سنشوف لاحظ وقوف عملية تحرجة بهذا الشكل ومن ثم الوقوف بشكل كامل وانتصار بالقامة كمان مرة هذه المهارة بشكل سريع تعمل يا أبطال ثمان خطوات هذه بشكل متصل طيب كده نكون إن شاء الله يا أبطال خلصنا عملية محتوى الدرس ننتقل سويلا لعملية الأسئلة ونشوف عندنا السؤال الأول من الخطوات أو من خطوات الأداء الصحيح للدحرجة الأمامية المتكورة عدم ملامسة رأس الأرض كلام هذا صحيح ولا خاطئ تونا فصلنا فيها أنا متأكد منكم جوابت الإجابة الصحيحة فصحيحة يجب أن لا يلامس رأس الأرض لأنه لو لمس الأرض ممكن لقدر رأس يكون التكاز جسمك أو ثقل جسمك كله على الفقرات العنقية ممكن تسبل لك مشاكل لا قدر لا فنتبه يا أبطال هذا متعلق في السؤال الأول كذا يا أبطال نكون إن شاء الله وصلنا إلى نهاية الدسلن هذا اليوم إن شاء الله كانت مهارة خفيفة عليكم وأتمنى حباب زي ما اتفقنا ضروري جدا أثناء عملية الدحرج أو مهارة الدحرج الأمامية ننتبه جيدا لعدم ملامسة الرأس لسطح الأرض وعدم وضع ثقل الجسم على الرأس أثناء عملية الدحرج إلى هنا أقول لكم الله أعطيكم الآفية ما قصرته أتمنى لكم يوم سعيد ونهاء درسنا نقول سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا مبتقى إن شاء الله في الحصة القادمة مع مهارة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة